وحول رؤية تطوير شرق بورسعيد أوضح رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أنه لم يتم البدء في تنفيذ هذه الرؤية إلا خلال السنوات السبع الماضية بإرادة سياسية قوية ومتابعة يومية من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي وأكد رئيس الوزراء أن الأعمال التي قام بتنفيذها رجال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالمنطقة تعد من المعجزات الهندسية حيث تم إقامة العديد من المباني والمصانع والموانئ والأرصفة بالكيلو مترات لم ينفذ هذه الرؤية على أرض الواقع إلا في خلال السبع سنوات الماضية بإرادة سياسية قوية جدا من فخامة الرئيس ومتابعة شبه يومية وتنفيذ على أرض الواقع لأعمال بتعتبر من أعمال المعجزات الهندسية من قبل رجال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ده هو الحقيقة اللي حصلت عشان نقدر نبقى وقفين النهاردة على هذه الأرض لأن هذه الأرض اللي يعرفها كويس جدا كان مجرد أنك تمشي عليها بتلاقي نفسك بتغرز وبتنزل كشخص مش بتكلم على معدة فكون النهاردة أن احنا نبقى عادين في مبنى بهذا الشكل بنتكلم على حجم مصانع وعلى مواني وعلى أرصفة بالكيلومترات بتتنفذ يعني أنا كرجل مهندس بقول هو إعجاز هندسي بكل المقاييس ومرة أخرى بوجه شكر لرجال الهيئة الهندسية القوات المسلحة وكل القائمين على هذا المشروع من الشركات المقاولات المصرية اللي حققوا فعلا هذا الحلم موسيقى موسيقى